ستوري ديالليومة ديال الحاميد والد برشيد عنده دابة 28 عام ساكن في الإيطالي يا رب تسمح لي ما اسميته وما جاتش مع الستوري اللي وقعت له اللي ستستيكم بالضحك حاميد خد الباك ديالله بحل بزاف غير زلق فيه باشرق شل واحد ليكول بخيفة عادية كي يقرأ فاش حاجة الميكانيك وليك تخيك موهم كير بسطابليا عامين خد الدبلوم قبل ما نكمله غنقول لكم هذا حاميد كيدير هو دري عادي ما زوين ما خيب ما طويل ما قصير ما حازق ما عنده فلوس حاجة اللي فيه سبيسيال وفيه لها ضرب بزاف هات ستوري فاش عودة لييرا ما بغاش يسكت وقع يطور فغيرنا عودة ليكم باختصار ومن ذلك النوع في ملك تقوم كيموتوا على الخارجات المدراسية والمجمعات ممشوا الغابة نهار لحد يدام عادر بوكا وملك تقوم على الشرطة المدراسية كيدراب ديالك السبرديرا دير كودزا الله لش ديتي كيموت على السخرة فهذا العمل اللي كان يقرأ فيه كان جاء واحد المرة عندهم شي أساد طالياني يدعون لهم شي فوغماسيون فليكور ومع هذا الحميد سكوتي غير خرج الأساد من الكلاس وهو يتبعوا بدع لي انا ركت عجبني الطاليان كان عارف نطيب ما كنتهم وهو مالو كيه كل مسمى ربعات المرات في النهار النهار كلاب بيتزا طاليانية بصح جدات ورداء قال لك الخبز مطايش مزيان وهذا الجهد اللي في حميده عجيب داك الأساد فسولوا قال لي في النواة تكمل مرة مئة سالي قال لي ما عرفتش فقلب لك هنا واحد ليكول خرى يقدر يكمل فيها قراءة يتوفر الطاليان ولا تخرج بنقطة مزيانة ركينا بوصيباليتي يأخذ البوغس اللي قد تكون في القراءة في فابور وحتى السكنة وكتوصل حتى لشي حاجة للفلوس في الشهر بشي يأكل ويتحرق ايوه حميد من يسمع هذا الشيء كان غيبوس الأساد راسو انا راس من الريوس هذه مشرحها لي وبدأك يشكروا بشي كلمات ما عندهم تتمعنا الله يرحم لك الوليدين ويديك لي ياسو وعيسى الله يرحم لك يديك الحاجة ديالكم من يسولوا وبدأك يشراك يسحب لي الكانيسة يسيح الحاجة ديالكم ما عندما تتخارب مغيرتنا بدنا ندخل فيه ماء وبوغوس فرح والتحمس بدل الفكرة تلك الوقت خطب صح الديبلوم دياله وجاب نوت مزيانة وهو يعيط لذلك الأساد سأخذ الوضع والصراحة بالصح عاونه ووقف ماء تسجل مع أولاك يعرف ديالك المدرسة سأخذ حميد يجمع فلوس البيئي درهم بدرهم تقبل في ديالك المدرسة جاب البوغس تفعل فيزا جاتوا ومع ذلك عندهم سوقر ما مع فليسات كما كان المهم يجمع نهار لكي يمشي دارهم كي بكي وهو فرحان مع لبالو بوالو تكون بحال السيد غايت السوفر أخي اللي يدارون في التخوى زيام ديفيزيون راب السيفي بكيو حميد وصل تلقى داك الأساد دار واحد السوديو صغور كنلقى هلي قبل ما يجي حميد فرحان فين كين دابا بدأ القراية كيتش أضاب طمع الناس سما وضغية ولا كي عرف بنادم ومن تزهروا القاسم اللي يجاه فيه شبع عند الرياج كي ناشي تلاشة دراري بلابي دار واحد عشيره كي يقرى معه ولا كي يخرجه بجوج كي ورير البلايس مزيانين وفي نفس الوقت كي عرفوا على ناشي جداد سوف يكمل في قرايتو ودوك البنات اللي معاه حميد كي نفهم واحد البنت اللي كي يموت عليها كي تعجبوه ماي ما عرفت كيفاش يدير زيد اللغة ربقها كي يقرأ فيها وهو يسوي ولدك عشيره كلي عافا كيفاش ندير ركا تعجبني وخيف نهضار معاها كلي صاف عسكو دبخنا متبعين ندير معاك شي حال في البوز دير اللغدا جاءت البوز مني كانوا قالسين ذو كل ابنات مشجروا وصاحبه ومشوا وقلسوا معاهم وقبل ووصاه طاليا يعفريت كيفهم كان يدير فاح الشومي وما تهضرش بالزال حيث هو عارف مسنون صاحبه وحاميد رأى عاشره وعرف شكين سحاب راسك باقي كتقرف له في بيبتي طابلية زرقة وتغوت وسط صونتر يلي تبتوا لغا رسكولاج عينه وياك المغريب يبيعوا سايكوك لكن كي كان مني مشا وقلسوا ترى عشيره وكيهضر وحاميد دار كتار من ما قال ليه سكت وحبت راسو شوية ناضع شيره ومشو خلابه وحده تقول البنات بدأوا كيهضروا معه وكيسولوه كيشبدوه في الهضراء وهو باقي زيما حشمان قلنا ليه سكت حاميد مات ما عارفو ما يديرو شوية بدأوا كيهضروا غير البنات مع بعضياتهم وقداموا في شيء هضراء اللي ما عادياش وقالا قالوا أخونا وقال اما كيف هموال وقاع داروا بحالة ما كانت اوضح هذه الأبنات حكت بسوتيان غورجانا هاتيانا ببنات شو بدأوا يهضروا على الدراء اللي مصاحبين معهم وهو باقي غالس غاكا يتسنت داست القلصة رجعوا للكلاس في العشية هو يعود الأشيرو هات الشيلي وقاع هنا؟ عشيرو فهم أن دوك البنات كيهيصحاب لهم حاميد مقاي قال هالي ودود برشيد مولفه بالمسمن والطوبيس تقريكي فاشينا ما قيش حاميد قاع الحمير دير برشيد داعينه على النفاقه اي حاجة تتحرك في الارض عنده حلال فتالفكرة ديالجيم غير تدخليه لدماغه ما في نفس الوقت الدريك يشرح ليه وبتشك تجيه مسلكة حتى الدريات مشاو معا لدك الشيلي يبغى بهذه الطريقة صافي ولا عزيز عليهم كيبوسوا يبقوا يهضروا معاه وهو عجبة هذيك البنت اللي معاهم فأي وقت هو معاهم مزيان يحسبوه اللي يبغاوه تلوحد نار وهو ما يقولوا لي ربلي غيباته كاملين في دار صاحبتهم وشي يجي معاهم هنا كان فهموا ان حميد العبدك الدور قاع وكتر فيه وقالا هو صاحبه مية في المية نهار قلسوا ديك النار قال له مشي حاجة بحالة كامل تلقى كان فغى عملنا ان يتحكي عليه وزيد التمثيل للحميد وشوف فينه وصنده بقى واخونا ديك الساعة ما في الكرش قالوا اوكي نمشي رجع للدار حسن الجردة وضرب مسحل الشابو حزموه مع فخده عارف راسهم ممولفش غطره اي حاجة ستورق ترجع القادية للحمير اللي داعينه في برشيد قد بدأت توري الزبدال فرماج كي تحرك انا ما ستطلعش خيمة ستطلع هذه التوشير كبيرة للقنازة الزناقية ستصدو بجدك النهار وصل الليل ستتمشى للدار من موراما سيفتولي اللوكاليزاسيون سلم على بابات البنت اللي هدبهتها وما كاش كي سكد فهذا الحاجة اللي مخصراش نغمال موندقال وخا أستند بقى ان اخونا مشي غي بدأت بذكره عادي نحن رفرحانين بقى يكون صاحب بنتي ويقلس معهم يجب أن نحس بالأمان وهم معاك وقال لديك الدريات لكي يجعله ويجعله معهم وصدريات بحلقة للا بابا راقي فتاوى دخله بالدخله حميد لمسوقشت شيء قال لي اه صاف ويزاد دخل الشامبر كيف انه لدي الدريات لابسات لبيجاما خفاف ومزيانات كاملين ما كنت تعرفوه على الطاليان كاليتي حميد عمرو شاف دك شيء اللي بابدد Summit will وقار بعمله سأترخي بشكل جديد وهكذا اللحظ قالوا لي أنه يدخل جلس قالوا سو ناشتين يضحكوك قالوا لي اللعبوا truth or dare تقريبا ما هذه العبات التي كنا نكلم ومن هناك أساة تقوم بمسطارة و تقول الحقيقة لا أعلم شيء كذلك نسميه قال الله غدس هاق بدأ اللعب كان هناك دور عيجات فيه و تقول لي الكراش دياله حيات السروال لكن نشوفوك حميد ماشي ديالات الشي هو أصلا في الطريق غجا يتخيل لقيته و انطلع بدأ ليهم لا ما هذا بدأوا يتجروا لي زعما يضحكوا في السروال كيف يقول اليوم الفردي نايد و بدأوا يقولوا صافي ساعة طلعوا للسير ولكن تغامزوا بقعت اليوم في بينهم كيفاش أخونا غي و دك الشريش في نازع مدووزوا عادي تطرع شوية جيت في الكراش دياله هو يقول له هادي تي شيرت هنا بدأك يتحمس بدأك يولف القلصة و في نفس الوقت بدأك يندم على أي دقيقة دووزها في المغرب مكملين في اللعب عادي جاءت فيه مرة أخرى قلت له truth or dare خداق هذه المرة الدير يعني يتحكم عليه و في الرياض بدأك يضحكوا يغير يخشون كيفاش هنا حميد خاف قلت له لا 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 فقد نديره الحقيقة حقيقة و يتسألوه كيفاش حتى اكتشف رأسه بلي كان قوي وهو يتلف و تفكر رأسه كيف يدير تماما و كيفاش يشوفوه نيشان و يقول ضروري حتى هو كان دير في باله دوك الأفكار يرغي نقلس معهم و نبهرهم بالجمال ديالي و غيبغوي نأسو معايا كاملين دقوا واحدة و هذا الحرام حاميد بغي يدير بلونة ديس كيف حلام عندك أحلام دي المغالب كيف تكون قالص و تلك الكبت و ما كان ما يدار عايش فرنسو السيد بكترة ما مكبوش قد يدوز معهم حتى بابات الرياض صداقة و رحمة الوالدين و مع الطاليانيات خاف لي يكذب فعص هذه المرة حتى هو مراكو و يمكنك شعف رأسهم و أفهم طعم يمدوزها عمار ما هدرو فعص سيد حيضوا لي السروال شافوه و يجيوهم من الأخر قال ليهم اه ركش كندير فعز عمارة و أمشيش مع ديك الكتبة معنى رماشي قاي أعرفتش حلغوته علي عيروه حمار كتاب كتاب بابات البنت سمع لغوات صلاع اللي عندهم معلكم مع ذلك بعقلهم قالوا لي و لأك نضحكوا بناتنا هنا حميد مفهم و لأك يقول أواه ملاده أصحابهم سيجريوا علي يدابا ولا بابا و لا يضربني و أتخلع صلاع بابا قالوا من جو و يهبط في حاله عرفتك قلبه عاد رتاح كنت لم يعني جدرته هكا و يتنقذ واحدة قلت لي عندك حل واحد باش تمشي و هو ستحيط حويجك كاملين و سير إلا أنا راجل ما يمكنش أنا المغربة النخوة والشراف كرامة و يتغوت بابا ضعفت بلا حميد كم مولدات أمه واقفك يقول أمني النبط عفاك حلات ليش الشرجم و راتوا في ناحية الرجل يوم اللي نبط بينها كانت تطلع عادي و تحبط من ذلك الشرجم مع ذلك الأب اللي عنده النقذ عفتي و تجرحه و عريان منظهروا بعدها نصاصة الليل الدنيا خاوية و غادي في الطريق مشوه كما قلت لكم جاب الله كان الليل تلك البلاسة غير دير ديور فكل شي داخل داره من عدم اللي يسكن في برر رغيفهم تلك البلايسة اللي فيهم مع عائلات تستطيع في غاية مواقع لأن تذهب عريان لن يشوفك و سيطلع لكم لك أنت مخبي بيان سور من غير الطنوبيلات لديه و جاب الله تلك البلاسة مبعدة بسيطة أصلاً جاكي تمشى مصطل طرحونا أزبط هذا سوارت في الدي و التليفون لا أصب على ما يقعه وبحالك يشعر بالحجرة و هذا ما يشعر بعيد ليس غير طرح هذا الكتباء و هو ما يخرجوها منه بالطريقة فهمت ليس لديك زائما حتى أنا مغريبي و لا أستطيع أن ندير و لا أستطيع أن نطلع و حتى تخفت من هذا الشي يشعر أن تفزاز ليس في نفس الوقت و هو اللي دارها الراسه إذا كان هناك أنواع يفعل غلط و يكتابه و في الأخير منه إذا لم ترجع عليه فوجوه لا يريد أن يسعر لي لديك كونسيكونز لديك الشيء اللي داره فهذا ما كان أو كما كان يقول اللي دار الدنب يستهل العقوبة لذلك يقولون المهم الصباح بشأن المدراسة يضحكوا عليه و مبعدين منه جاء الشيرو و يعود له كل شيء بقى خارع عليه بالضحك حتى بدك تتلق بشوية بشوية و بدك تأوك يضحك على رأسه بشوية بشوية ذلك السيطوات و ذلك الكذبات و ذلك التخربائها كاملة تنس كشي حاجة و عادي و أخاكك حتى كما شرحت لكم هو في ذلك الليلة و بدك يفكر رأسه ليس بعيد و بدك يفكر أن يرجع للمغرب و بدك يسمى الدخ و حميد اللي فيه هذا المرة يذهب عن ديك الكراش و أدوى معها عادي بالكاراكتر الحقيقي الذي نعرفه وهو حميد وولد برشيد الذي لم يكن يسكوتش في الأول لم تعدها و كانت تباقتها كما تبعد منه كما تبعد منه كما تبعد و يأتي معها لو يتجاوب كما تبعد و تلوى النار و تخرجوا بدك يعجبها كما تبعد منه حميد تعطيته حميد بأنه لا تقصح توصلت لدرجة الدرية و لا تطلب كما تبعد مرمض كل مرة يتلقى معها كل مرة جارة من وصل المدرسة سيد يريد أن يخشينا في المشاكين و سمحوا لنا حميد يريد أن يشعلها حميد الثاني باقي هو الدرية وهو أصلا لا أعرف حدو برشيد لم يأخذ هذا و من شهر سافروا و يرى معها فرحوا بأدارهم و قالوا لك أنه كان بكي و من المشاهد دراسة البرماء سأعنادوا لم يكن يصحبنا هناك و كانت هذه الصورة اليوم قالوا لي في كومنتر ما ينهار؟ يجب أن أخذلك فكرة أو كذبة و سأكمل لا تنسوا لايك و اشتركوا فيديو لكي أعاوني لكي نبقى سأكمل و شيء أخرى ينسى الذي يريد أن يخرج من المغرب سأفكركم سأفعل البرماء مع إميغريشن كوز سأخذ النمرة واتساب و من تحت اللي يريد أن يأخذ الماء أو إميغريشن و سأخبركم أنه يريد أن أعزلني أنا هاتشيليكين نتوالش لكم بي بي